ما هو الدعاء الوارد عند الجلوس بين السجدتين وأيضا من الأسئلة بعض المرضى يؤدون الصلاة على الأسئلة الطبية ويصلون على غير طهارة بسبب عدم الاستطاعة هل يلحقهم شيء؟ أما الدعاء بين السجدتين فهو اللهم اغفر لي يكررها ثلاثا وإن زاد يعني خمس أو سبع أو عشر طيب وأيضا من الأدعية اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني هذا أيضا من الأدعية ولو ادعى بالدعاء الوارد في القرآن في آخر سورة المؤمنون رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أيضا بعض الناس يسأل هل يجوز لي أزيد اللهم اغفر لي والدي؟ نعم يجوز للإنسان يقول رب اغفر لي ولوالدي ولا بأس بذلك هاشذا قره مشايقنا الشيخ بن باس وغيره رحمهم الله تعالى